تفسير رؤية رش ماء الورد بالماء في المنام غسل الوجه بماء الورد في المنام علامة على صلاح الأحوال والتقوى الذي يشعر بها صاحب الرؤية هذه الأيام والله أعلم كما تدل رؤية الشخص أنه يقوم برش ماء الورد في المنام تكون إشارة على التقرب من الله تبارك وتعالى هذه الأيام حلم الشخص أنه يقوم برش ماء الورد على وجهه في المنام علامة على الشفاء من الأمراض بإذن الله والله أعلم من يرى في المنام أنه يقوم برش ماء الورد على الناس في المنام علامة أنه يقوم بتقديم النصح والإرشاد بشكل كبير للناس والله أعلم من يرى في المنام ماء الظهر في المنام علامة على الصحة الجيدة وقوة البدن التي يتمتع بها صاحب الرؤية هذه الأيام من يرى في المنام ماء الورد والله أعلم علامة على المنفع الكبير التي يحصل عليها صاحب الرؤية هذه الأيام رؤية شرب ماء الظهر في المنام علامة على الأخبار المحزنة التي ستحدث خلال هذه الأيام والله أعلم يعني الرش كويس إنما الشرب هو اللي هو الوحش والله أعلم رؤية الشخص أنه يقوم برش ماء الظهر في المنام علامة على المال المضخر لذلك الشخص من يرى في المنام أنه يقوم بتعبئة ماء الورد في المنام علامة على الخير الوفير القادم لصاحب الرؤية الأيام المقبلة كما تدل رؤية الشخص أنه قام بتعبئة الماء في القوارير في المنام تكون إشارة على التغيرات الإيجابية التي تحدث له الأيام المقبلة والله أعلم